بعد تحذيره بتدمير اقتصاد تركيا إذا تجاوزت حدودها في العملية العسكرية عدل رئيس ترامب من لهجته ووصف تركيا بالشريك التجاري المهم وأشاد بدورها في حلف شمال الأطلسي وبإنقاذ المدنيين في إدلب ودع ترامب الرئيس أردوغان إلى لقائه في البيت الأبيض في الثالث عشر من نوفمبر لدينا فقط خمسون جنديا في هذه المنطقة ولا أريد أن يصاب أي منهم بأذى أو يقتل قلت هذا للرئيس أردوغان قلت له لن يصاب أي جندي بأذى لكن المعارضة لقرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا أو إعادة انتشارها أثارت موجة انتقادات عنيفة حيث وصف السيناتر لينزي جرايم قراره بالكارثي بينما قال ماركو روبيو بأنه سيمكن إيران وروسيا وسيعيد إطلاق داعش من جديد إذا تخلينا عن الأكراد فحظا سعيدا لنا لنجد حليفا يساعد أمريكا في المستقبل للقضاء على القاعدة وداعش أما البنتاجون فقد سارع إلى نفي أي دعم أمريكي للعملية العسكرية التركية وتكشفت تفاصيل المكالمة الهاتفية بين ترامب وأردوغان حيث جرى الحديث عن المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إنشاءها وإعادة ما يقدر بمليوني اللاجئ سوري إليها وعن طائرات الـ F-35 ومنظومة الصواريخ الروسية S-400 وبحسب البيت الأبيض فإن الرئيس حصل على ضمان عدم تعرض الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا جراء العملية العسكرية التركية لأي خطر وضمان أمن المدنيين والإبقاء على مقاتلي داعش تحت السيطرة التركية ناديا البلبيسي الحدث واشنطن